بيبدأ الأنمي مع لص خطير جدا اسمه اللص زول عشرين وجه زول عشرين وجه لأنه لص بيسرق الفاسدين بس كان رايح يسرق راجل غني فاسد اسمه ياشيرو وياشيرو كان جاي بالشرطة ومحمي منهم في قصره بس زول عشرين وجه جاه ورشق نابل غاز وفضموا سدسات الشرطة وشال سقف القصر وبعد كده سرق من هناك صندوق موسيقى أثري ولأنه قدراته غير عادية مشي في السماء وهرب وتاني يوم كل الناس بدأت تتكلم عنه وجه مجرم اسمه النمر لمفت الشرطة اسمه كودا وعلو ساعدني أنا عايز أعرف طريق زول عشرين وجه عشان أقتله فكودا وافق وساعده وفي نفس الوقت ده كان فيه بنت في المدينة اسمها تشيزكو بتسمع أخبار عن زول عشرين وجه تشيزكو بنت غنية أبوها وأمها ماتوا وورستهم والمراس بتاعها كان الأسر اللي هي عايشة فيه ويقوتة ندرة جدا اسمها يقوتة أنستازيا وعاشت تشيزكو بعد وفاة أبوها وأمها مع عمها ومرت عمها بس كانت بتكرههم وما بترضاش تأكل من أكلهم لحد ما عمها يتخلي معاها فبدأ يساعدها خدم الأسر اللي اسمه كواي ويجيب لها أكل من برا لحد ما فيهم قالت لكواي أنا نفسي أمشي من هنا وأعيش زي اللص زول عشرين وجه لأنه بيلف العالم وأنا نفسي ألف العالم زيه وفاجأة تشيزكو أغمى عليها وكواي جاب لها الدكتور ولما فات قالت لعمها أنا بكرهكم وما باكلش من أكلكو لأن عرفت أنكم بتسموا الأكل اللي أنا باكله عشان تقتلوني وتأخدوا كل الورث بتاعي فعامها قال لها إحنا مستحيل نعمل كده بس فاجأة كواي ألعب روك وطلع اللص زول عشرين وجهه متنكر في شكل كواي وقال لعمها أنتوا فعلا مجرمين وكنتوا بتسمموا أكلها أنا كنت جاي هنا عشان أسرقك وبس قررت أن ينقذ تشيزكو فاتشيزكو قالت له وأنا عايز أجي معاك فزول عشرين وجهه أخدها وقال لعمها أنا أخدت يقوت تانستازيا اللي هي مراسة تشيزكو وماشي بعد كده بتشيزكو بدأت الشرطة تلاحق وفقها ديهرب منهم بالعربية لحد ما جاء اتنين من مساعدين وأسمقهم الربان وكن ووقفوا الشرطة ورجبوا معاه وتعرفوا على تشيزكو بس في طريقهم طالع عليهم النمر وكسر العربية فزول عشرين وجهه وقعوا وكمل فن نمر كمل وراء بمتساكل وحدف عليهم صواريخ وفي المطاردة لقوا نفسهم على شريط أطر فبقى مساعدين زول عشرين وجهه جنب مناطيض ونزلوا له حبل فطلع هو وتشيزكو والربان وكن والنمر خبط في القطر ومات وزول عشرين وجهه قال لتشيزكو انتي هتبقى معي على طول وهحميك وما تخفيش احنا ما بنيزيش حد واخدها بعد كده وراحوا للمغبأ بتاعه وقال لها ده مغبأ موجود من أيام الحرب في دبابات وأسلحة حربية وتعرفت تشيزكو على باية مجموعة زول عشرين وجهه وعرفت ان مجموعة وكل الناس بيقولوا له يا زعيم فتشيزكو قالت في دماغها انا مش هندهله بلقب الزعيم انا هقول له يا عمي بس اغلبية مجموعة الزعيم زول عشرين وجهه كانوا مستغربين انها هتوعد معاهم والربان قال ازاي الزعيم يعمل كده ويجبها هنا دي هتبقى عبقى علينا معادة كان قال لهم تشيزكو هتوعد معانا وانا هحميها وتشيزكو قالت لهم انا هساعدكم في اي حاجة انتوا عايزينها فقالوا لها طب شلي الصندوق التيل ده ووديه هناك ولان تشيزكو زكية ما شلتهوش وحطت زجاجات ومشيت الصندوق عليهم بس فاجأة وقت من اثار السم اللي كان عمها بيحطولها في الاكل وكن اعتنى بيها والزعيم زول عشرين وجهج وقال لها انا هحفظ لك يا قوتة انستازيا دي معايا لحد ما تبقي عايزها وتطلبيها مني فاتشيزكو فرحة وشوية والشرطة عرفت المغبأ اللي هم موجودين فيه وجهة هجمي فالزعيم خد مجموعته في منطاض وهربه وفجروا المغبأ بدبابة قبل ما يمشوا وراحوا بعد كده على دولة تانية وهنا يجالهم واحد اسمه تشان بيمدهم بالمعلومات وقال لهم ان في واحد غني فاسد سكن في قصره قريب من هنا وعنده مرأة اثرية تقدروا تسرقوها فالزعيم وافق انه يعمل العملية دي وتشيزكو قالت وانا عايز اجي معاك العملية فقال لها تعالي فالربان استغرب انه هياخدها معاه بس لما راحوا لأسر طلعت شان عامل لهم فخ والزعيم كان عارف ده ودخل الأسر وقعت شان وخد المراية الاثرية ومشي فطلع وراه ناس من الأسر وضربوا عليه نار فالزعيم حمد شيزكو وكان ضرب على عجل عربيتهم ووقفهم بس الزعيم كانت صاب وفي واحدة شافتهم مسكينه فساعدتهم وخدته تعتني بيه والربان قال لتشيزكو خليك مع الزعيم واعتني بيه لحد ما نبعد الناس اللي بيتتبعونا وفعلا تشيزكو قعدت تعتني بيه لحد الصبح بس الست اللي هم قعدين عندها بعيدهم وكانت هتسلمهم لمجموعة مجرمين ولما الزعيم فاق مسكت تشيزكو بمسدس فتشيزكو قالت لها انا سمعتك وانت بتتفقي مع المجرمين عشان كده فضت المسدس وخدت كل اسلحتك وشوية وجم بقى مجموعة الزعيم واخدوه هو واتشيزكو وكلهم كانوا فرحانين ان تشيزكو عنقذة الزعيم وبدأوا يدربوها وبدأت تشيزكو بعدها تتولى الطبخ والتنظيف والخياطة وكل المجموعة كانوا بيعملوها كويس معده واحد اسمه موتا كان فض جدا معاها فبدأت تساعده عشان يغير وجهة نظره عنها وفعلا مع الايام موتا بقى بيحبها والزعيم في الفترة دي عمل عملية جديدة وسرمو جوهرات اسرية من قلعة فرنسية وحطاها بعد كده في كنيسة عشان تتوزع على الفقراء وبعد كده جهز لعملية تانية جديدة والعملية كانت البحث عن طيارة غرقانة في عمق المحيط والطيارة دي كانت عملاقة جدا وصنعها غرقوها قبل ما تقلع فالزعيم استعان بكابتن بحري مع غواصة عشان يقدر ينزل لعمق المحيط ونزل الزعيم هو كل المجموعة في الغواصة وتشيزكو كانت عاملالهم كرة رزة عشان يأكلوها خلال العملية بس الكابتن صاحب الغواصة فتشهم اول ما دخلوا وقعد بعد كده يسأل الزعيم اسئلة كتير عن الطيارة اللي هم رايح لها وشوية ووصلوا لقاع المحيط ولهوا الطيارة الغرقانة ونزل الربان ورحليها وجاب منها سبيك ده بس بعد ما رجع للغواصة الكابتن والطاقم بتاعه ثبته الزعيم ومجموعته بمسدسات وكل ده عشان ياخدوا السبيك لنفسهم وفاجأة حصل انفجار في الطيارة اثر على الغواصة والكابتن والطاقم بتاعه وقعوا فالزعيم ومجموعته ومسكوهم والكابتن قال له انت جيت هنا عشان تاخد السبيك وتفجر الطيارة فجرتها ازاي احنا فتشناك وما كانش معكم متفجرات فالزعيم قال له كرة الرز اللي مع تشازك ودي مش كلها كرة رز في منها متفجرات فاتشازك وضحكت وقالت للكابتن كان لازم تتأكد منها بنفسها ورجعوا بعد كده بالسبايك والزعيم ادى للكابتن جزء منها وهم مروحين تشازك وحست انها عايزة تعرف عن الزعيم اكتر واكتر وعدت الايام وتشازك وبقيت بقالها سنة مع الزعيم ومجموعته وفي السنة دي لف الدول كتير مع الزعيم وتعلمت النشان من كن وتعلمت الفنون الكتلية من موتا وتعلمت شوية من اللغة الالمانية من عضو في المجموعة اسمه هانز وكانت بتهزم عضو تاني اسمه جورو في مسابقة التسلق بالحبل وبتقرأ كتب مع الزعيم ولقابها وسط المجموعة بقت شكوا وكلهم كانوا شايفينها بتشبه الزعيم في كل حاجة بس في نفس الوقت ده امرت عمها اللي اسمها ميكام وبدأت تسم جوزها اللي هو عم تشازكو وتعونت مع محامي اسمه كوراساكي وأجروا محقق اسمه اكيني عشان يلاقي تشازكو وتشازكو في الوقت ده كانت بتجاهز لعملية جديدة مع المجموعة والزعيم قال لكل في مزاد هيحصل في فندق قريب من هنا احنا هنسرق من المزاد ده جوهرة اسرية اسمها دمعة لوريراي الجوهرة دي اتسرقت من التمثال بتاعها واحنا هنسرقها عشان نرجعها تاني للتمثال وهنسرقها وهي مع حراسها في الأسانسير بس المشكلة اننا عايزين حد مننا يسرقها ويخرج من فتحة الأسانسير العلوية فكنا لتشازكو انسى بواحدة فالربان قال له لا ماينفعش اندخلها في عملية كده خطر عليها فتشازكو قالت له ما انا هعمل العملية لاننا عيلها واحدة ولازم اساعدكم وفعلا عملوا خطة وتشازكو اتنكرت وراحت الفندق ودخلت مع ثلاثة من حرس الجوهرة للأسانسير وفجأة صحابها قطعوا النور فاخدت الشنطة اللي فيها الجوهرة وخرجت من فتحة الأسانسير بس مولدات الفندق شغلت الأسانسير وواحد من الحرس طلع لها فنطت بسرعة على الأسانسير التاني وراحت تجري على السلم فجالها اتنين من الحرس ضربت الأول ووقعت التاني ولما راحت عند الأسانسير جالها حرس ثالث وقال لها البروكة فضربته وطلعت بالأسانسير بسرعة وبقى اصحابها كانوا بيعطلوا بقى الحرس بس في اربعة من الحرس حصروا تشازكو وخدوا منها الشنطة ولقوها فاضية وقالوا لها ايه الجوهرة فين فقلت له مدتها الاصحابي وهربوا بيها فتلتة منهم راحوا يلحقوا الجوهرة وواحد فضل معاها وطلع الزعيم ومتنكر وقال لها ودت الجوهرة فين فقالت له خبتها في النجفة وخدوها ومشيوا ورجبوا المنطط بعد كده ورجعوا العين للتمثال تاني يوم وانتهت العملية وقدت سنة كمان وفي السنة دي عملوا عمليات كتير وكانوا بيسرعوا مدن مختلفة وفي مرة راحوا المدينة اسمها توران وتنكروا على اساس انهم فرق سيرك بيعملوا عروض وكل ده عشان يسرعوا ساعة سرية من المتحف بتاع مدينة توران وفعلا عملوا العرض بتاعهم الزعيم كان الساحر وتشيزيكو كانت بتمشي على الحب وتاني يوم بعد العرض تشيزيكو راحت مدحف مدينة توران عشان تحفظه بس في المتحف جات لتشيزيكو بنته وقالت لها انا اسمي انجي انا بنت واحد من حرس المتحف فتشيزيكو اتعرفت عليها وبقت اول صاحبة ليها وبقوا كل يوم بيعملوا عروض السرك وتشيزيكو تروح المتحف تقعد مع انجي وفي يوم انجي عرفتها طريق سري لدخول المتحف بس في نفس الوقت ده كان في شخص بيرقب كين في المدينة فكين استخب منه وبعد كده مسكه وقال له بترقبني ليه ففجأة جاء النمر واصاب كين وطلع ان النمر لسه ما ماتشه وقال لكين ده مساعدي واصابتك دي اهداء مني لزعيمة كل لص زلو عشرين وجه فكين ضرب مساعد النمر ورجع بعد كده لصحابه وعالجوه والزعيم لما عرف اللي حصل اهل ازاي النمر لسه ما ماتش وبالليل جي معاد العملية ومعاد اخر عرض سرك في مدينة توران وعملوا العرض وبدوا ينسحبوا واحد واحد للمتحف ودخلوا من الطريق السري اللي انجي عرفته لتشيزيكو وتشيزيكو مشيت على الحبل وراحت لوبة المتحف وفتحتها وسرق الساعة وهربوا في المنطاط بس تشيزيكو كانت زعلانة انها ضحكت على انجي بعد ما انجي اعتبرتها صديقة وراح الزعيم بعد كده لعمدة مدينة توران وسلموا الساعة وطلع ان العمدة هو اللي خلا يسرق الساعة عشان يحافظ عليها لان دولته كانت هتبعها ومش الزعيم ومجموعته وتحركوا باطروا هم بيحتفلوا وبرضو تشيزيكو كانت لسه زعلانة على انجي فجأة لها واحد من صحابها اسمه ياسو وقال لها تعالي احتفلي معانا بس فجأة انجي جات مع النمر ومجموعة مجرمين وضربوا ياسو واصبوك وانجي ضربت تشيزيكو وقالت لها انا ضحكت عليك اي انا شغالة مع النمر وعملت اني صديقتك عشان النمر يعرف ما كان زول عشرين وجه زعيمك وبدأت انجي تهجم على تشيزيكو وتشيزيكو قعدت تتفاداها والنمر ومجموعته راحوا لمجموعة الزعيم وفتحوا عليهم النار وكتير من مجموعة الزعيم وقعوا وبدأت معركة كبيرة في الاطر والربان اتصاب في الهجوم بتلت رصاصات فاللي كان انا خلاص هموت بقى خلي بالك من تشيزيكو والزعيم واخد اتنين من مجموعة النمر ونط بيهم من الاطر عشان يموتوا معا فكن صرخ وتشيزيكو ضربت انجي وطلقت لصبح الاطر عشان تلحق صحابها بس ما كانتش عارفة تكمل وانجي جت لها تاني فتشيزيكو ضربتها ووقعت وانجي كانتها تقتلها بس الهوى اشتد وطير انجي وراحت تشيزيكو بعد كده تشوف صحابها ولقت الكل واقعين وميتين معادة موتا كان مصاب فحاولت تساعده بس في واحد ضرب عليهم رصاصة فموتا ضحب نفسه وحمد تشيزيكو ومات ومشيت تشيزيكو هي حزينة تدور على الزعيم والزعيم كان مع النمر والنمر ثبته بمسدس وقال له ايه رايك تنضملي فالزعيم ضرب ايده واخد منه المسدس واصابه بيه وراحل تشيزيكو بس النمر خرق كنبيله وقال انا مش هموت لوحدي وفجرها فالزعيم بعد تشيزيكو لعربة قطر تانية ودخل هو في الانفجار لوحده وتشيزيكو وقعدت تصرخ وشوية وقعدت حزينة ومصدومة بعد ما بقت لوحدها بس اللي ما تعرفوش ان المحقق اكني اللي مرتعمها ميكامو كان معها في الاطر ولما شافها اخدها ورجعها تاني لليابان وودها لميكامو وكل الناس والصحفيين كانوا فاكرين ان تشيزيكو كانت مخطوفة منذ العشرين وجهه ومحدش عارف الحقيقة وتشيزيكو لما رجعت لميكامو عرفت ان عمها مات وعاشت تشيزيكو مستسلمة من الصدمة وما بتتكلمش بعد اللي حصل في الاطر وبرضو ميكامو بدأت تسمم لها لأكل بس تشيزيكو بسبب حالتها السيئة بقت بتاكل اي حاجة وما بتعملش حاجة في حياتها فخدمة الاصر اللي اسمها تومي لما شافت حالتها السيئة بدأت تساعدها وفي يوم جيل تشيزيكو شخص غريب بعد ما تسلل للاصر وقال لها انا محقق واسمي يا كيتشي وبدور على زول عشرين وجهه وعارف انه ما كانش خطفك وانك ما بتكرههوش انا عايزة التقي بيه وما اعتقدش النومان ومش يا كيتشي بعد كده فاتشيزيكو لما سمعت الكلام ده منه رجع لها شوية امل وبدأت تاكل من أكل تومي بس والتحقت بمدرسة وكانت اول مرة تدخل مدرسة في حياتها وتعرفت على بنتين اسمهم سايوري وميكا بس كانت فيه بنت دايما بترخم عليها اسمها كيتو وسايوري قالت لتشيزيكو كيتو دي فضة جدا وكله بيخاف منها لانها حفيدة مؤسس المدرسة وتشيزيكو وهي مروحها كيتو خلت سوقها يمشي بسرعة ويدوس في مياه في الارض ويجبها على تشيزيكو وكل ده عشان تدايت تشيزيكو بس تشيزيكو ما تدايتش وضحكت ورجعت البيت لقيت اكتشي واقف جوه الاص فنزلت له ودها يقوتت انستازيا فاتفجأت وقالت له وجبتها منين فقال لها شكل زو العشرين وجه لسه ما ماتش انا هتسبق معاكي انا هدور عليه وانتي كمان دوري واللي لقيه الاول يكسب فتشيزيكو وفقت وف نفس الوقت ده في المدينة كان في اتنين باحثين واحدة اسمها كاياما وواحد اسمه تسويا تسويا حقا نفسه بمساعدة كاياما وتحول لوحش بشري مضرع ولان مختبر الابحاث بتاعهم طردهم بعد اللي عملوا ده كملوا بحثهم في السر وكاياما كانت عايزة توصل لوصائق مهمة تكمل بها البحث والوصائق دي كانت مع الزعيم زو العشرين وجهة خدها من اليابان بعد الحرب فكاياما بدأت تسعى ورد شيزيكو عشان تعرف منها الزعيم خبل وصائق دي فين وتاني يوم جلت شيزيكو واحد من صحاب ابوها القدامى اسمه جينجي وكان جاي عشان يزورها وقال لها انا محتاج المحقق اكيني اللي جابك هنا فشوية واكيني جاه فجينجي خده هو وشيزيكو وراحه لمختبر الابحاث اللي تسويا وكاياما كانوا بيشتغلوا فيه ورئيس المختبر قال اكيني احنا عايزين نوصل للباحثين دولتسويا وكاياما لانهم بيعملوا حاجة اشبه بسلاح حربي فاكيني قالوا احاول لقيهم وتاني يوم رحت تشيزيكو المدرسة ولعت كاياما سايبالها ورقة مكتوب فيها قابليني قدام بيتك الساعة عشر بالليل فتشيزيكو افتكرت ان الزعيم هو اللي بعت لها الورقة دي وفرحة بس كاياما شافت الورقة دي هي كمان ورحت عند بيت تشيزيكو الساعة عشر عشان تدايقها فجي ورقة كاياما سايوري وميكا صحاب تشيزيكو ولما كاياما جات تاخد تشيزيكو كاياما كتبت وقالت لها انا تشيزيكو ورجبت معاها وشوية وخرجت تشيزيكو من البيت وسايوري وميكا قالوا لها كويتو ورجبت مع واحدة غريبة على اساس انها انتي فتشيزيكو خدتهم بسرعة ورحوا جابوا اكني وطلعوا كلهم ورا كاياما ولما وصلوا لقوا شرطة كتير وكاياما مقبضة عليها بعدما رئيس المختبر تتبعها وجاب الشرطة بس تسويا كان مستخبي ولما شافت تشيزيكو خرج وبدأ يدمر كل حاجة ويجري ورا تشيزيكو فتشيزيكو جريت منه وكان هيقتلها فكاياما فكت الاسفاد وجريت وقعته وسيطرت على الوضع وقالت له اعتقد ان هي دي نهاية بحسنا وطلعت كاياما هي كمان حقنا نفسها فتسويا قالت شيزيكو ما تعرفيش فين الوصائق اللي كانت مع ذو العشرين واجه انا عايزة استخدمها وانهي البحث اللي بدأناه ده وارجع لطبيعتي فتشيزيكو قالت له للأسف معرف شو هربت كاياما بعد كده وتسويا يتابض عليه وكايتو جات لتشيزيكو وقالت لها انا بحس بالملل كتير بس انت حياتك كلها مغامرات ولازم نبقى صحاب فتشيزيكو فرحت وبعد كم يوم كايتو عزمتها عندها في البيت وجهزت تشيزيكو عشان تروح بس ميكاما كانت لسه بتخطط مع المحامي كوراساكي عشان يقتله تشيزيكو وشوية ووصلت تشيزيكو عند كايتو وكايتو قالت لها انا قررت ادور معاكي على زول عشرين وجهز انا من كم يوم كنت بدور في صور ممثلين كداما ولقيت الممثل ده اسمه كوهيجي وكان شغل في مسرح هنا في المدينة والناس كانوا بيطلقوا عليه زوست وجوه عشان كده قلت في دماغي يمكن ده هو زول عشرين وجهه ورجع تاني يشتغل في المسرح تعالي نروح المسرح نسأل عليه فاتشيزيكو لما شافت كوهيجي قالت فعلا ده شبهه بالظاق وراحوا بعد كده المسرح ولقوا راجل عجوز هناك بيقول كوهيجي مات بس لما دخلوا المسرح لقوا قائد الفرقة المسرحية وقال لهم العجوز ده هو كوهيجي وحصلت له صدمة بعد الحرب عشان كده بيقول كوهيجي مات فاتشيزيكو وكويتو ماشي وهم مروحين طالع عليهم اتنين لصوص وقالوا لاتشيزيكو زول عشرين وجهه ساب وراه إرس كبير من كونوز ووسائق ما خب بهم فين فاتشيزيكو ما ردتش عليهم وضربت الاول فاتاني مسك كويتو فاتشيزيكو عكست ضوء الشمس عليه بمراية معاها وضربته وهربه بس كان فيه شخص كمان بيرقب تشيزيكو والشخص ده كان كين وطالع ان كين نجى من اللي حصل في القطر وهرب وعاش له واحده فترة ولما عرف ان تشيزيكو في اليابان رح لها وبدأ يمشي وراها على أمل انه يعرف منها مكان الزعيم ونزلت تشيزيكو تاني يوم مع كويتو ورحوا سينما وبرضو كان كان وراها ولما تشيزيكو دخلت السينما لأت اعلان لفيلم لسه بيتصور والممثلة في الفيلم ده كانت لابسة جوهرة بيملكها الزعيم فاتشيزيكو قالت ازاي الجوهرة دي واصلت للممثلة وعرفت تشيزيكو بعد كده ان الفيلم بيتصور فيك زيرة اسمها نجعي عشي فقررت انها تروح لهناك على أمل انها تلاقي الزعيم وقالت لميكامو اي رايك نطلع رحلة لجزيرة نجعي عشي فميكامو وافقت لها انها كانت بتخطط لقتل تشيزيكو في الرحلة وفعلا خدوا تومي وراحوا الرحلة ووصلوا للجزيرة فتومي قالت لتشيزيكو انا حس احساس سي ارجوكي ما تتحركش من غيري عشان احميكي فتشيزيكو قالت لها ماشي وماشي عشان يوصلوا للمنزل اللي هيقضوا فيه بس تشيزيكو وهي ماشية شافت كين وعمل لها حركة بيده عشان ما تتكلمش ولا تسلم عليه وشوية وهم ماشيين عارفوا من واحد ان منتج الفيلم تقتل والجوهرة اللي كانت مع الممثلة اتسرقت وكل طاقم الفيلم قعدوا بالليل مع تشيزيكو وميكامو وتومي في نفس البيت لان الكل كانوا خايفين بس تشيزيكو هي وقفة شافت كين فخرجت له لما عربت منه وبعدها وقال لها انتي السبب في كل اللي حصل انا خسرت صحابي والزعيم وماشي كين وتشيزيكو زعلك وبالليل لما تومي نامت تشيزيكو خرجت تدور على الزعيم ومشيت كتير لحد ما شافت ضوء الجوهرة ولما تتبعته لقيت مخبأ نزلته ففجأت واحدة غريبة شعرها ابيض وهجمت عليها وقلت لها الجوهرة دي في منها اتنين واحدة معايا اللي انا سرقتها النهاردة وواحدة معزول عشرين وجه انا عارف انك بتدوري عليه بس مش هتقداري تفوزي بقلبه ابدا فاتشيزيكو ما كانتش فاهمة حاجة من كلامها وجدت ضربها بس ما عارفتش وصاحبة الشعر الابيض مسكتها وقالت لها انا هموتك بس كين جي ضربها ولحيت شيزيكو وبدأوا هما الاتنين يهجموا عليها وبدأت هي تصد وتخرج ايدها وتهجم بيها لحد ما اصابت كين فاتشيزيكو واقعت صندوق مربوط بجنزير ولفت الجنزير على رجلها ومسكتها بس كين وتشيزيكو اكتشفوا ان اللي مسكوها دي دوميا صاحبة الشعر الابيض بتحركها والدوميا واعد وتشيزيكو شوية واغم عليها فكين خدها ورجعها تاني عند تومي ولما تشيزيكو فاقت خدت تومي وميكامو مشوا من الجزيرة بعد ما عارفت ان اللي موجودة هنا دي مش جوهرة الزعيم وفي السفينة ميكامو كانت عايزة تقتلها بس تشيزيكو بصت لها فميكامو تراجع ورجعوا لبيتهم وبعد كم يوم تشيزيكو راحت رحلة مصيف مع كويتو وتومي وكانوا هيقيموا في المصيف ده في الفيلا بتاعت كويتو وتشيزيكو هي في الطريق كانت عملة تفكر مين الانسة العمضة صاحبة الشعر الابيض اللي قتلتها هي وكين وشوية ووصلت تشيزيكو مع كويتو وتومي للفيلا بتاعت كويتو بس اول ما وصلوا كويتو بدأ يتخيل لها انها بتشوف بنت شكلها بالظهر وبالليل شافت البنت دي في المراية وقعدت تصرخ فتشيزيكو وتومي خرجوا يشوفوها وتومي لقت معاها صورة لعيلتها وعرفت من الصورة ان كويتو كان عندها اخت توقم وتاني يوم كويتو حكت لتشيزيكو وقالت لها انا كان عندي اخت توقم ومرة لما كان عندي خمس سنين جينا هنا مع امي وابويا واختي نزلت البحر وغرقت وانا ما قدرتش انقذها عشان كده روحها بدأت تطردني لما جيت هنا فتشيزيكو وقالت لها انا ما بقومنش بالاشباح واكيد اختك مش زعلانة منك لانها ما متتش بسببك وقعدت تشيزيكو في ايام المصيف تقنع كويتو انها بتتخيل مش اكتر لحد ما كويتو اقتنعتو لما رجعت تشيزيكو من المصيف كانت لسه ميكامو بتحاول تقتلها بشتى الطرق وتشيزيكو كانت بتفلت كل مرة بس في نفس الوقت ده صاحبة الشعر الابيض كانت بتقتل و بتسيطر على كل اللي يعرفه الزعيم ذو العشرين واجه وده لانها كانت عايزة توصله باي طريقة وراحت سيطرت على كويتو وسيطرت على اكني وكمان سيطرت على تومي وخلتهم يلحوا تشيزيكو عشان يدوها سم من اللي ميكامو بتستخدمه عشان تحاول تقتل تشيزيكو وكل ده لان صاحبة الشعر الابيض كانت عايزة تقتل تشيزيكو عشان تخلي الزعيم يظهر بس تومي وهي بتهجم على تشيزيكو واتعورت في ادها وفقت من سيطرة صاحبة الشعر الابيض وخلت تشيزيكو تهرب واتشيزيكو بعدها فضلت ماشية في الشوارع وما كانت شعار فهي هتروح فين وبكاده يبقى خلص الجزء الاول من عنيمي يا ابنة زول عشرين واجه ولو حابب تتواصل معنا فاحنا عملنا بيج جديدة على الفيسبوك هتلاقي اللينك بتاعها تحت في وصف الفيديو واعمل لها فولو لو عايزي يوصلك كل جديد عن القناة في النهاية لو الحلقة عجبتك ما تنساش تعمل سبسكرايب ولايك للحلقة